اهلا بكم من جديد افتتح معالي الشيخ محمد بن خليفة الخليفة وزير النفط فعاليات المؤتمر والمعرض العالمي الرابع لتكنولوجيا المختبرات والذي يقام تحت شعار تحويل كفاءة المختبر إلى قيمة أساسية بتنظيم من الجمعية السعودية العالمية للعلوم الكيميائية وبالتعاون والتنسيق مع الهيئة الوطنية للنفط والغاز وقد أكد وزير النفط في كلمته على أهمية المؤتمر في إقرار الممارسات المختبرية في مصاف التكرير الحديثة وضمان أن تكون جميع المختبرات في قطاع النفط والغاز مزودة بأحدث المعدات التي تعمل تحت إشراف جهاز فني مؤهل تأهيلا عاليا وقادر على الاستجابة السريعة لحالات الطوارئ كما أكد وزير النفط على أهمية نشر البلدان المنتجة للنفط لثقافة البيئة والصحة والسلامة المهنية طبعا المعرض يعناه بالمختبرات في القطاع الصناعي وبالذات في قطاع النفط والغاز المختبرات وجودها وتجهيزها بأحدث الأجهزة شيء مهم أولا لضمان جودة المنتجات ثانيا لسلامة العاملين والموظفين كذلك وله استخدامات في قطاع الاستكشاف والإنتاج في فحص الصخور ومعرفة مكوناتها إلى آخره في التكرير كذلك معرفة المركبات في البترول ومشتقات البترول من قاسولين وديزل إلى آخره وله كذلك في الأبحاث في هذا المؤتمر يمكن وجود مختبرات أخرى معنا في هذا المجال يعطينا الفرصة إلى أن نتودل معاهم المعلومات والمشهورة حول طرق عمل المختبر وعلى هامش المؤتمر عزام عالي وزير النفط الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة السبب الرئيسي وراء بلوغي السعر خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 64 دولار للبرميل إلى زيادة الطلب النفطي على المخزونات العالمية وبخاص المخزون الأمريكي بكميات كبيرة مما أثار مخاوف من حدوث شح في العرض من النفط الخام مستقبلا وقد أبدأ وزير النفط للنشرة الاقتصادية تفاؤله من استمرار أسعار النفط في الأسواق العالمية في تسجيل ارتفاع ثابت بما ينعكس إيجابا على مملكة البحرين ودول المنطقة هذا وقد بلغ السعر خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 64 دولار للبرميل وهو أعلى مستوى له منذ عامين وتحديدا منذ يوليو من العام 2015 هذه الأسعار طبعا دائما في تقلب على العرض والطلب لكن يمكن اللي حصل أنه المخزون العالمي وبالأخص المخزون الأمريكي صار عليه سحب بكميات كبيرة وأدى ذلك إلى مخاوف على وجود شح في العرض في المستقبل فالأسواق تتحرك على التوقعات المستقبلية وإن شاء الله نأمل أن تستمر هذه الارتفاع في الأسعار أطلق المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية وبالتعاون مع كلية آيفي لإدارة الأعمال البرنامج التنفيذي الثالث حول التفكير الاستراتيجي والابتكار وريادة الأعمال والقيادة التحويلية ويقدم البرنامج تجربة تعليمية رائدة على مستوى الإدارات العليا في المؤسسات المالية الإسلامية في مجال التخطيط الاستراتيجي وريادة الأعمال وإدارة المشاريع وتطوير القيادة في مواجهة التغيير التنظيمي وقد اطلع المدراء التنفيذيون للمصارف الإسلامية من ست دول على تطبيقات عميقة لتعزيز تطبيق التفكير الاستراتيجي في ظل النمو السريع والتغييرات المستمرة في بيئة العمل إضافة إلى بحث المشاكل التي يتعرض لها رواد الأعمال والقادة وطرق معالجتها بنجاح كان الهدف من هذا البرنامج بالخصوص في هذا التوقيت نلاحظ أنه في عدد من الأعمال المصرفية وغير المصرفية هناك اضطرابات في شكل الأعمال لذلك لاحظنا أنه لازم بالنسبة للبنوك الإسلامية أن تكون عندها نظرة جديدة لبيئة الأعمال وأن يكون عندها ابتكار وقابلية للتغيير والتأقلم مع التغيرات الإقليمية والعالمية في الاقتصاد كما تعلمون لا يخفى على أحد التغيرات الكبيرة في بعض القطاعات فيما يخص المعاملات الرقمية مثلا فيما يخص العمولات الرقمية والآن نترككم مشاهدينا مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية اشتركوا في القناة نواصل النشرة الاقتصادية مشاهدينا مع فقرة إغلاقات البورصة لهذا اليوم ونبدأ مع بورصة البحرين حيث أقفل المؤشر العام في المنطقة الحمراء عند مستوى 1253 نقطة منخفضا بنسبة 0.99% وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاع البنوك التجارية وقطاع الاستثمار وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 1.970.000 سهم بقيمة إجمالية جاوزت 359.000 دينار تم تنفيذها من خلال 81 صفقة وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع البنوك التجارية حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة من نسبته 27.91% من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة ونتابع الآن مشاهدينا مع إغلاقات البورصات الخليجية لهذا اليوم وكما هو ملاحظ على الشاشة فقد أغلقت جميع البورصات الخليجية على انخفاضات متفاوتة ونبدأ بالسوق المالية السعودية والتي أغلقت عند مستوى 6.933 نقطة بنخفاض بلغت نسبته 0.74% أما بالنسبة لبورصة الكويت فقد أغلقت عند مستوى 6.143 نقطة بنخفاض بلغت نسبته 2.79% وكانت الخاسرة الأكبر بالنسبة لتداولات هذا اليوم أما بالنسبة لسوق أبو ظبي للأوراق المالية فقد أغلقت عند مستوى 4.419 نقطة كما هو موضح على الشاشة بنخفاض طفيف بلغت نسبته 0.35%